عباد الله، مدارُ النفع الديني على علمٍ نافعٍ وعملٍ صالح فالعلمُ حياةُ القلوب، وغذاءُ الأرواح، وبه الفوزُ في الدارين، وأنفعُه وأشرفُه العلمُ بالله وأسمائه وصفاته، وأوامره ونواهيه، وشرائعه وأحكامه وكتابه وأما العملُ الصالح، فهو عبادةُ الله وطاعتُه، وطاعةُ رسولِه صلى الله عليه وسلم بأداء الفرائض والنوافِل والتطوُّعات مُخلِصًا فيها له سبحانه، متابِعًا لرسولِه عليه الصلاة والسلام وتلك الغايةُ الكُبرى من الإيجاد والخلق، وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبُدون ولا يفُوتِ العبدُ حظَّه من النفعِ الدنيوي، من عملٍ مُثمِر أو كسبٍ حلالٍ طيِّب، إعفافًا لنفسِه، وصيانةً لماءِ وجهِه، وقيامًا بواجِب نفسِه ومن يعُول هو الذي جعلَ لكم الأرضَ ذلولًا، فامشوا في مناكِبِها، وكلُوا من رزقِه، وإليه النُّشور وإذا بذلَ في التماسِ النافعِ جُهدَه، واستفرَغَ له وُسعَة، ولم يدَل مطلوبَه ومرغوبَه، فليتفيَّ جنَّة الرِّضَى، فيما قدَّرَ الله وقضَى، فبِذا يزدادُ إيمانُه، ويطمئنُ قلبُه، وتسكُنُ نفسُه قال عليه الصلاة والسلام، وإن أصابَك شيءٌ فلا تقُل لو أنني فعلتُ كذا كان كذا وكذا، ولكن قُل قدَّرَ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتَحُ عملَ الشيطان أعوذُ بالله من الشيطان الرَّجيم، ولكلٍّ وجهةٌ هو مُولِّيها، فاستبِقُوا الخيرات، أينما تكونُوا